اهلا بكم ويرب تكونوا بخير جميعا قبل ما ابدأ الفيديو شكرا على كل الدعم وعلى كل كومنتات الايجابية الجميلة شكرا لكل اشقاءنا في الدولة العربية على تعليقاتهم اللي فعلا فعلا بتشجع الواحد ربنا يجبر بخطركم جميعا زي ما بتجبروا بخطري كنت عملت الفيديو بتاع صابون الغسيل او صابون البلدي عملنا حوالي 120 قطعة وكان من 11 او 12 لتر من الزيت والناس قالوا لي احنا توهنا في الكمية الكبيرة احنا عايزين نشتغل على لتر واحد بس من الزيت وقلت لكم حاضر واسفة جدا على التأخير ولكن حعمل معاكم دلوقتي الصابون البلدي او صابون الغسيل من لتر واحد بس من الزيت المستعمل الصابون ده احنا بنستخدمه في الموعين وبغسيل الهدوم والبشيز جل وبنستخدمه في حاجات كتير قوي 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 يلا مع بعض نشوف الشغل على لتر واحد بس من الزيت وحنقول كل المعلومات وحنا بنشتغل مع بعض النهار ده كل لتر من الزيت المستعمل بيحتاج مية وخمسين جرام من البطاس او السودا الكوية او البودشار او حجر تسليكي المجاري او الكوستيكا او الكاترونا كل دي اسماء للبطاس في الدول العربية علشان الناس ما تستغربش من الاسم انا قلت لكم على اسماء هون وكبايتين من الميا السقعة كبايتين من الميا السقعة احنا شايفين كباية واحدة بس يا اميرة اه عشان انا هحط الكباية التانية صابون سيل علشان اعلي من جودة الصابون مش عايزة صابون سيل وحسن مضوع هيبقى مكلف عليكي خلاص حطي كبايتين من الميا ادي شكل البطاسة اهو بيبقى شكله كشور كده بيتباع عند بتاع المنظفات الكيلو من 35 ل40 جنيه كوني حازرك جدا وانتي بتستخدمي لان هي مادة كوية لازم تكوني لابسة جوانت ولازم تكوني فتحة الشباك ولازم ما يكونش معكي اطفال يبعيديه خالص عن الاطفال اه طبعا اه لو لقدر اللي رجيع لقديكي وانتي بتشتغلي على طول اخسلي ايدك بشوية مية وخل اه طبعا زي ما تلكم لازم نلبس الجوانتو هنحط مية وخمسين جرام من البطاسة اه يعني اميرة بلاش بقى شغل الجراموت والتعقيد يعني عايزين نعرف مية وخمسين جرام يعني قدي يعني كوباية اللي ربع دي كوباية المعيارية اللي هي بتاعة البرسيل او الاريال اه او لو هنشتغل من كوباية الشاي اه اللي احنا بنشربها دي كوباية اللي ربع جبت دلوقتي كوباية المية الساعة اللي احنا شايفين فيها تلج ليه لان البطاس لما هينزل على المية هيسخنها جدا واحنا ما نفعش نشتغل بالمية وهي سخنة كده هيدي ريحة وحشة للصابون مهما نحط زيوت عطرية فاهم حاجة ان البطاس يبرد خالص مع المية جبت دلوقتي كوباية المية المتلجة ونزلت بمعلقة من السكر ومعلقتين معلقتين من السكر ومعلقة من الملح ليه السكر بيعلي الرغوة وبيزود نعومة الصابون وبيبقى بديل الجليسرين والملح بيوسع زرات الصابون فبيخليه تصبن بشكل ابطأ يعني ما يتصبنش في ساعتها كده كمان بيدي تصلب للصابونة صلابة كده وبيدي كمان آآ يعني عايز اقول لكم ايه آآ بيطاهر بيطاهر الصابون كمطاهر للصابون يعني. انا دلوقتي آآ دوبت كوباية المية فيها معلقتين من السكر ومعلقة من الملح اللي ما باشوا خالص حطيت عليهم مادة السودا الكوي او البطاس المية وخمسين جرام قلبتهم وركنتهم لحد ما يبردوا. نزلت بالليتر الزيت المستعمل بتاعي آآ في حاجة تكون بلاستيك طبعا حاجة المونيا هيتفاعل معها البطاس ومش هتنفع معك تاني. فجبت الجردل اللي هو البلاستيك ده ونزلت بالليتر الزيت المستعمل وعليه كوباية من الصابون آآ مش عايزة تحطي الصابون خلاص يبقى آآ مفيش مشاكل هنشتغل كده بالبطاس. استنيت بقى لما البطاس يبرد معايا خالص. قاعد بقى نص ساعة قاعد ساعة. المهم ان هو يبرد تماما. دلوقتي قلبت كويس قوي قوي قوي. الزيت المستعمل مع كوباية الصابون السيل. وحطيت معلقة من النشا. ايه لازمتها النشا دي يا اميرة? علشان الناس اللي بتشتكي وبتقول الصابون مدهنن. يدينا بتبقى مدهننة كده. والحط بيبقى زي ما يكون فيه دهون والمواعين مدهننة. النشا بيسحب اي دهون في الصابون. اللي هي الدهون بتاعة الزيت يعني. خلاص. هقلب بقى كويس قوي. النشا مع الزيت مع الصابون السيل. النشا ده بخالص. هنزل بقى بكوباية المية المتلجة. بعد ما بردت تماما. اللي كان عليها المية وخمسين جرام بتاس او صودة كوية. ومع علاقتين السكر ومع علاقة الملح. وفضل اقلب. اول ربع ساعة تقليب مستمر ومتواصل. اه يعني هاتي كورسي واعادي كده سمعي. مثلا درس كده ديني ولا اعادي قولي الاسكار ولا حاجة. واول ربع ساعة تقليب مستمر ومتواصل. اهم حاجة تنجح صناعة الصابون مع انا عموما برسيل بقى الصابون السايل الصابون البلدي. التقليب الكتير والمستمر. اي مكون تحطيه مهما كان لازم تفضلي تقليبي 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 ثم التقليب. من الحاجات اللي بتبوز الصابون معاكي انك ما بتقلبيش كتير ولا بتقلبيك كويس. خلاص? آآ واخدين بالكم ان احنا اول ما نزلنا كان الصابون لونه اخضر البطاس ضيع كفيل ان هو يضيع اي لون. آآ هو ضاع بفعل البطاس يعني. طب دلوقتي عايز اعلي من جودة الصابون اكتر واكتر. هحط توقم التنظيف. ايه هما توقم التنظيف? معلقة كربوناتو ومعلقة ملح لمون. وهنزل عليهم بنص كباية بس من المايا. مش عايزة المايا تكتر اوي معايا. دي نص كباية بس. الفوران اللي حصل ده طبيعي جدا جدا. ده تفاعل الكربوناتو مع ملح اللمون. على فكرة الحاجتين دول لو دلقتيهم كده في حوض وغسلتي الحوض هيبقى زي الفل. مسحتي الارض هتبقى زي الفل. حطتيهم على الغسيل. يعني دول انا بسميهم توقم التنظيف لكل حاجة. هقلبهم كويس قوي 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 مع نص كباية مية وهنزل بهم على الزيت آآ بتاعي مع البطاس مع كباية الصبون الثيل. طب يعني يا اميرة هي الخطوة دي مهمة قوي? لا. انا بعلي من جوزة الصبون. مش عايزة تحطيها ما تحطوهاش. انا قلت لك ان الاساسي بتاع اي صبون في الدنيا تلات حاجات. بطاس زيت مية بس. كل ده احنا عملين نزاق نعلي في جوزة الصبونة بس. طب يا اميرة يعني كان لازم تحطيها في نص كباية مية وتقلي بيها ما تنزلي بمعلاقة ملح اللمون ومعلاقة الكربوناتو على الزيت على طول او على الصبون على طول. لأ انا دلوقتي عايز اقول لك ان الكربوناتو بتاخد وقت شوية في ان هي الدوب. فانا نزلت بيها في الصبون بتاعي كاني ما حطتهاش. مش هضمن ان هي تكون دابت معي كويس. هفضل بقى اقلب. اول ربع ساعة تقليب مستمر ورايحة جاية بقى مش هعود له. رايحة جاية يقلب فيه. ما ورناش حاجة. يتقل زي ما يتقل. طب حسيتي ان هو مش عايز يتقل معاك يحطي معلقتين تلاتة من الدقيق. مش اكتر من كده. آآ الصبون اللي بنشتري من برة من عند بتاع النظيفات ده بيديكي حطت الصبونة بستة جنيه ولا بخامسة جنيه ولا بسبعة جنيه تبقى مليانة دقيقة تيجي تحطيها في المية تلقيها باشت وتهرت وديكي دي بقت مية بقت بيضة وجيرت. فعمر الصبون اللي برة ما هيخدمه لك لها يحط صبون سيل ولا مالحلمون ولا سكر ولا كل الكلام ده. خلاص الصبون علشان ينشف ويجمد معاكي ويبقى تمام يتحط في حاجة مفتوحة ما تحطوش في حاجة مقفولة ويتعرض للهوى ما بيتحطش في الشمس ما بيتحطش في الشمس ما بيتحطش تحت الحوت بيتحط في هوا لازم يتعرض للهوى. خليت بقى شوية في الاخر كده وقلت ايه خلي شكل الصبونة بتاعتي حلو وجميل ونقعد بنلعب شوية. آآ فحطيت لون ازرق كان عندي بتاع الصبون اللي انا كنت احطه على برسيل الجل اللي شايف في الفيديو بتاعي كنا عملنا ستة لتر من البرسيل الجل. آآ وكان عليه الجودة وحلو جدا. آآ تمام? خلاص بقى عدتت لعب شوية كده ودي خطوة ملاش ايه تلاتين لازمة. واللون الازرق بقدرة قادر تحول للون احمر. وده اكبر دليل على ان البطاس بيضيع اي لون علشان كده ما تسمعيش كلام الناس اللي بيقولولوك حطي الوان طعام. دول بيتحقوا عليك. ولا لها اي لازمة. آآ تاني يوم بالليل كان شكله كده. لازم تقطعيه وهو يعني لما يخش فيه مرحلة التصلب. لو قطعتيه وهو يعني جامد او نشف اكتر من يومين مسلا هتبص تلاقيه او اكتر من يوم هتبص تلاقيه بيتكسر معيك. لا احنا عايزين نقطعه اول ما يخش فيه مرحلة التصلب كده على طول. الصح انك تستعملي الصابون ده مش قبل خمستاشر يوم. مهما يكون نشف معك يا رب ينشف بعدها بساعة او بساعتين. اوعي تسمعي كلام الناس اللي بيقولوك يستعمليه في نفس اليوم وبينشف في نفس اليوم. لازم البطاس مع الوقت بيطير منه. خلاص. فانت تستاني خمستاشر يعني اتقطعيه. وبعدين تقليبيه كده على ظهره عشان ينشف من كل ناحية او الهو يدخله من كل ناحية. فارتيك عن بعضه علشان خاطر زي ما قلتلك كده آآ ينشف تماما. مهما نشف ما تستعملهوش قبل آآ آآ خمستاشر يوم. حواريكم بس تجربة كده دلوقتي. دي ليفة اهيه. مفاش اي حاجة خالص. بص القطع الصغير عملت لنا رغوة قد ايه? الصابون ده للموعين. لغسيل الهدوم. لعمل البرسيل ليه استخدمات كتير جدا جدا. آآ انا خلاص خلصت الفيديو بتاعي. يارب يكون الفيديو عجبكم. كلموني في اي وقت اسألوني عن اي حاجة. عناية اللي اتنين ليكو. بحبكو في الله. ولو اعجبكم الفيديو متنسوش تعملو اشتراك في القناة. واشوفكم على الف خير.